اشتركوا في القناة فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث وهو الأخير من سورة فاطر التي تسمى بسورة الملائكة قال الله تبارك وتعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقاً لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير يقول تعالى والذي أوحينا إليك يا محمد من هذا القرآن العظيم هو الحق مصدقاً لما بين يديه أي من الكتب السابقة التي تشهد بصدقه وتنوه بذكره وذكر كتابه فهو منزل من رب العالمين إن الله بعباده لخبير بصير خبير بهم بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر وفضل النبيين بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات وجعل محمد عليه الصلاة والسلام فوق جميعهم صلوات الله والسلام عليهم أجمعين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم المؤمنون كما قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج فالمؤمنون هم الذين اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير قال القرطبي هذه الآية مشكلة فيها إشكال كبير ووجه الإشكال أن الآية قسمت الناس إلى ثلاثة أصناف على التقسام الأول الظالم لنفسه والثاني المقتصد والثالث السابق بالخيرات فمن هو الظالم لنفسه هذا فيه قولان لأهل العلم قيل إن الظالم لنفسه هو الكافر والمنافق وهذا قول فيه ما فيه وقيل إن الظالم لنفسه هو من هذه الأمة وهو الذي عليه بعض الذنوب والمعاصي مع أصل الإيمان وقال آخرون بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوالثين الكتاب وجاء عن ابن عباس إنه الكافر كما سلفت وجاء عن مجاهد قال هم أصحاب المشأمة وقال قتاده والمنافق وجاء عن بعض السلف كالحسن وقتاده وغيرهما أن هذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة الواقعة وآخرها قال ابن كثير والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهذا هو اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية إن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهو المفرط في بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات ومنهم مقتصد وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات ومنهم مقتصد ويفعل بعض المكروهات وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الفاعل للواجبات وللمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات وقد جاء عن ابن عباس في الآية قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثهم الله كل كتاب أنزله فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب طيب هنا الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك جنات عدن يدخلونها فهذا دليل على أن هؤلاء الأصناف الثلاثة طبعا أورد الحافظ بن كثير رحمه الله أربعة أحاديث تدل على أن أنهم من هذه الأمة وأن الله سبحانه وتعالى قال ثم أورثنا الكتاب يعني أعطينا الكتاب ثم أورثنا تدل على أنهم من هذه الأمة وأنهم أقسام ثلاثة ثم أورثنا الكتاب قال القرطبي أي أعطينا الكتاب هنا يراد به معاني الكتاب وعلمه وأحكامه وعقائده وكأن الله تعالى لما أعطى أمة محمد القرآن وهو قد تضمن معاني الكتب المنزلة فكأنه ورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كان في الأمم قبلنا الذين اصطفينا أي اخترنا من عبادنا فيها القولان قيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقيل المصطفون الأتقية توارث الكتاب بمعنى أنه انتقل عن بعضهم من آخرهم المهم هنا قال الله فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات الظالم لنفسه هذا يفعل الواجبات وقد يفرط في بعضها وقد يرتكب بعض المحرمات والمقتصد يؤدي الواجبات ويترك المحرمات وقد يترك بعض المستحبات وقد يفعل بعض المكروهات والسابق بالخيرات بإذن الله هو الفاعل للواجبات والمستحبات والتارك للمكروهات والمحرمات وبعض المباحات لكن الله سبحانه وتعالى هنا قال بعد ذلك جنات عدن يدخلونها ولهذا الصحيح أن هؤلاء الثلاثة الأقسام ناجون كما روى بن جرير عن أبي إسحاق السبيعي قال أما ما سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناجين كلهم ناجين يقصد الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات وسئل محمد بن علي الباقر رحمه الله عن قول فمنهم ظالم لنفسه قال هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا قال ابن كثير وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة فالعلماء أغبطوا الناس بهذه النعمة يقول ابن كثير وأولى الناس بهذه الرحمة فإنهم كما روى الإمام أحمد حديث من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحة لطالب العلم رضا بما يصنع الحديث ثم ذكر حديث في سنن أبي داود والتنمذي وابن ماجه وهو هذا الحديث ثم ذكر حديثا آخر شار إليه في تفسير سورة طاها وهنا أن الله يقول يوم القيامة للعلماء إني لم أضع علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي فيقول أولى الناس بالبشارة بهذه لا يهم العلماء جنات عدن يدخلونها يقول العلماء يقول بعضها للعلم حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين واو يدخلونها الثلاثة كلها الأقسام ويحضرني حديث في صحيح البخاري حديث سمرة يحضرني الآن في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أنه استقبله ناس شطر من وجوههم حسن وشطر من وجوههم قبيح فقال لهم الملك اذهبوا فوقعوا في ذلك النهر فذهبوا فوقعوا فيه فذهب ما بهم قال في آخر الحديث وهؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخرا سيئا تجاوز الله عنهم تجاوز الله عنهم جنات عدن إقامة فهذا مأوى المصطفين من عبادها الذين ورثوا الكتاب المنزل يدخلونها يقيمون فيها إقامة دائمة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء رواه مسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ولباسهم فيها حريب ولباسهم فيها حريب العلماء يقولون إن من أرجع آيات القرآن هذه الآيات الواو في يدخلونها فإنها تشمل الظالم نفسه والمقتصد والسابق فيقول هذه الآية هي من أرجع الآيات مع قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أفسي يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وجاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام منه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وقال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب وقالوا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن قال إبراهيم التيمي ينبغي لمن لم يحسن أن يخاف أن يكون من أهل النار لأن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن أذهب عننا الخوف من المحذور وأزاحه عنا وراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا وأيضاً هموم الآخرة إن ربنا لغفور شكور شكر القليل من العمل وضاعفه الذي أحلنا دار المقامة من فضله أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومنته ورحمته ولم تكن بأعمالنا التي عملناها ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب يعني لا يمسنا فيها عنا ولا عياء النصب واللغوب كلهم هنا يستعمل في التعب فنفى الله عنهم هذا وهذا فلا تعب على أبدانهم ولا على أرواحهم ولهذا أهل الجنة هل عندهم عبادة يلهمون التسبيح ويتلذذون بذلك فهم في راحة مستمرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية جعلني الله وإياكم منهم ثم لما ذكر حال السعدة الأبرار ذكر حال أمآل الأشقية فقال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صاعي مسلم فأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون وقال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتروا عنهم وهم فيهم مبلسون وقال كلما خبت زدناهم السعير وقال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا كذلك نجزي كل كفور هذا جزاء كل من كفر بربه ورد دعوة المرسلين وهم يصطرخون فيها ينادون فيها يجعرون لله بأصواتهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يسألون الرجع في الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول والرب جل جلاله يعلم أنهم لو ردوا لعادوا كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقال تعالى مخبرا عنهم في قول إنفال إلى خروج من سبيل قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ولهذا قال هنا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فطالت أعماركم أخذتم ما شاء الله أن تأخذوا من الأعمار قيل العمر سبع عشرة سنة وقال أدواء المفسرين مقدار ما عمروا ثمانية عشرة سنة وقيل عشرين وقيل أربعين وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى عمرهم أعمارا كافية لأن تبلغهم الحجة وتقوم عليهم تقوم عليهم الحجة ويصلهم البلاغ وكان مسروق يقول إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله عز وجل وكان ابن عباس يقول العمر الذي أعذر الله لابن آدم أربعون سنة وجاء عن ابن عباس أن العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في قوله ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر هو ستون سنة وهذه الرواية كما يقول من كثير أصح عن ابن عباس وهي الصحيحة في نفس الأمر لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجل وحتى بلغه ستين سنة أعذر الله إلى امرئ أخر أجل وحتى بلغه ستين سنة يقول ابن مقيم رحمه الله إنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرص والتوبة النصوح كما قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معائبه واغتنام بقية أنفاسه فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم وإلا فلا خير له في حياته لا تغبطن على البقاء معمرا فالموت أسرع ما يقول إليه فإذا دعوت بطول عمر لمرئ فأعلم بأنك قد دعوت عليه إلا للمؤمن المؤمن الذي يمتع بقوته وصحة ونشاطه فإن بقاء المؤمن خير له عند الله سبحانه وتعالى لأنه يكثر من الصالحات كم صلى لله وكم حج وكم اعتمر وكم ختم القرآن وكم استغفر وكم ذكر الله وكم وصل الرحم وكم قام بعباده وصله أما الفاجر والمنافق والكافر فإنه كما قال الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهم والنبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة الترمذي وبماجه قال أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك وأقلهم من يجوز ذلك وجاءكم النذير قال القرطبي فيه ستة أقوال وجاءكم النذير قيل القرآن وقيل الرسول وقيل الشيب وقيل الحمى وقيل موت الأهل والأقارب وقيل كمال العقل هذه ستة أقوال لكن القرطبي يقول أنه بالنسبة للشيب والحمى وموت الأهل والأقارب هذا كله إنذار بالموت كله إنذار بالموت وجاءكم النذير وجاء عن سفيان بن عيينة جاء عن ابن عباس وعكرمة وجماعة وجاءكم النذير يعني الشيب وقال السد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وجاءكم النذير يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هذا نذير من النذر الأولى يعني قال بعض السلف احتج عليهم بالعمر والرسل وجاءكم النذير جاءكم الرسول وجاءكم القرآن وبلغتم من العمر ما شاء الله أن تبلغوه وتعرفوا حجج الله ودين الله وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير أي قالوا لهم ذوقوا عذاب الله جزاء مخالفتكم للأنبياء في مدة أعمالكم في أعمالكم فيما أعطاكم الله تعالى من الأعمار إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض هو الذي جعلكم خلائف في الأرض أي يخلفوا قوم لآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم كما قال تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض وقال هنا فمن كفر فعليه كفره يعني وبال هذا الكفر يعود عليه نفسه دون غيره كما قال تعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتن أي كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله عز وجل وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتن ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله هذا سبق نظيره أن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله أن يقول للمشركين أخبروني عن هذه الأنداد والأصنام والشركة أروني ماذا خلقوا من الأرض ما هي أعمالهم ما يملكون شيئا مثقال ذرة ولا يملكون من قطمير ما عندهم شيء أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه أي أم أنزلنا عليهم كتابا بما يقولون من الشرك والكفر ليس الأمر كذلك بل إن يعدوا الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا أي إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم وهي غرور وباطل وزور ثم أخبر جل وعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره وما جعل فيها من القوة الماسكة لهما فقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول يعني أن تضطرب عن أماكنهما كما قال سبحانه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وقال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وقال هنا قال ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أي لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو سبحانه وتعالى مع حلمه ومغفرته يرى عبادهم يكفرون به ويعصونه وهو يحلم عليهم ويؤخر ويؤجل ولا يعجل العقوبة ويستر آخرين ويغفر ذنوبهم ولهذا قال إنه كان حليماً غفوراً جل وعلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم هذا خبر عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم قيل أهدى من إحدى الأمم اليهود والنصارى وقيل المراد بقوله ليكونن أهدى من إحدى الأمم يعني من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل كقوله تعالى أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها وهذا كقوله تعالى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون أقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءهم نذير وهو محمد عليه الصلاة والسلام وما أنزل الله عليه من هذا الكتاب العظيم هو القرآن ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأنزل الله عليه القرآن ما زادهم ذلك إلا كفرا إلى كفرهم ما زادهم إلا نفورا ثم بيّن جل وعلا أن هذا بسبب الكبر فقال استكبارا في الأرض استكبروا عن اتباع آيات الله ومكر السيء أي ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله لا يحيق لا ينزل المكر السيء إلا بأهله يقول ابن القيم رحمه الله وقد شاهد الناس عيانا أن من عاش بالمكر مات بالفقر ثم ذكر أمثلة كثيرة ومهمة كأنها تحكي واقع الناس اليوم في آخر مجلد من إغاثة الله ثاني قال شاهد الناس عيانا أن من عاش بالمكر مات بالفقر ولهذا قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله قال الضحاك قال محمد بن كعب القرضي ثلاث من فعلهن لم ينجوا حتى ينزل به ثلاث من فعلهن لم ينجوا حتى ينزل به يعني ينزل به هذا الشر وهذا الضرب من مكر أو بغى أو نكث من مكر أو بغى أو نكث وكلها في القرآن المكر قال الله هنا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله والبغي إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم ها والنكث فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فهل ينظرون إلا سنة الأولين يعني عقوبة الله لهم على تكذيبهم لرسله ومخالفتهم أمره فلن تجد لسنة الله تبديلا يعني لا تتغير ولا تتبدل بل هي جارية كذلك في جميع المكذبين للمرسلين ولن تجد لسنة الله تحويلا كما قال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له فلا يستطيع أحد أن يؤخر هذه العقوبة أو يحولها عنهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا يقول الله لنبي محمد عليه الصلاة والسلام قل لهؤلاء المكذبين بما جئت به من الرسالة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل كيف أن الله سبحانه وتعالى دمر عليهم وللكافرين أمثالها خليت منازلهم وذهبت ذهب ما كانوا يتمتعون به من مال وقوة وعدد وعدد كل هذا ما دفع عنهم عذاب الله عز وجل إنه كان عليما قديرا فهو عليم بجميع الكائنات قدير على مجموعها ثم أخبر عن حلمه سبحانه وتعالى فقال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه أي لو واخذهم الله بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق قال ابن مسعود كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم ثم قرأ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه وقال سعيد بن جبير والسد في قول ما ترك على ظهرها من دابه قال لما سقاهم لما سقاهم المطر فماتت جميع الدواب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذ ويوفي كل عامل بعمله فيجازي بالثواب أهل الطاعة وأهل الاستقامة وأهل التقوى ويجازي بالعقوبة أهل المعصية والكفر والتكذيب ولهذا قال فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا فهو سبحانه يعلم المحسن من المسيء ويعلم الظالم لنفسه ويعلم العاصي من المطيع لا يخفى عليه خافية ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وبهذا انتهى تفسير سورة فاطر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر